السلام عليكم حبايب الغالين شلونكم شخ باركو من مدينة خاركوف مدينة الطلابية والجامعية اليوم تغطيتنا عن طلاب والجامع طبعا هي مدينة سياحية تخبل وجميلة جدا مثل ما شوفون اني هسا يم اقدم جامعة في شرق أوروبا الصرح العظيم جامعة الكرازينة هذه الجامعة الي بيها أقسام متعددة من ضمنها بيها الطب العام كثير من الطلاب اتخرجوا من هنا طلاب الأجانب يجونها من كل أنحاء العالم عندنا تسجيلات بهذه الجامعة همينا موجود عندنا إذا أحد يريد دعوات أو أي شيء ما عندنا أي مشكلة المكان مالها صاير في قلب سنتر المدينة متمركزة بسنتر المدينة هاي البنائة الرئيسية مالها تعالوا إيايا خلي أشوفكم وين صايرها بالضبط طبعا خاركوف تعتبر من أكثر المدن في أوكرانيا بها جامعات وهوايا من الطلاب هنا يدرسون يمكن الطلاب العرب والأجانب وكثير اللي تخرجوا لو شوفوني هسا يعرفون هذا الشيء من أيام السبعينات عندي أصدقاء أبويا كانوا يدرسون هنا بهذه المدينة طبعا إحنا ما قلت لكم في مركز المدينة مثل ما شفتوا جامعة الكرازينة مقابيلي وعدنا هذا فندق خاركوف بلاس الخمس نجوم هذا يعتبر من أفخم الفنادق اللي موجودة في خاركوف تقريبا في سنتر المدينة تحديدا يعني يكونوا بهذا المكان هنا عندنا الشباب الأطفال يتملعبون بالماء مستمتعين والله يمكننا روح أستمتعوا إياهم خلا روح أشوف الشعور وأجيكم أعطيكم الشعور أسا بعد شوي دقيقة الماء بارد وحلو ومنعي من حقهم المهم يالله تدخل هنا تبردوا تطلع على قولتنا اللي ما يعرف خاركوف تعتبر من مدن شرق أوكرانيا تبعد عن العاصمة كيف خمسمائة كيلو تقريبا بالقطار أربع ساعات ونصف كل القطار السريع وبالسيارة خمس ساعات إلى سيس ساعات حسب السرعة مالك هذا مبنى المحافظة الرئيسي من مدينة خاركوف وهذه الساحة اللي صير بها يعني أي احتفال رسمي صير في خاركوف أو خلينا نقوله بأوكرانيا وكل مدينة تحتفل يكون بهذا المكان خاركوف تعتبر حاليا من أنظف المدن وأجملها يمكن بأوكرانيا من ناحية الترتيب الجديد والإعمار شيء كلش حلو على يساري عندنا البارك الرئيسي بارك شيفشينكو هذا البارك الجميل الرائع إن شاء الله راح نأخذ لكم كم لقطة به وخاركوف بلاص اللي قلت لكم عليه هنا الفندق مثل ما تشوفونه دخلنا بارك شيفشينكو طبعا هذا البارك سنة 2000 يعني من في سنة 2019 أعتقد بدأ عليه التعديلات إلى سنة 2001 هسه صار من الباركات الرائعة جدا بمطاعم مختلفة كوفيهات مطاعم إيطالية مطاعم فرنسية بشكل كلش حلو إضافة إلى أنه أكو نافورات حلوة وأماكن للتنزه بارك كلش كبير يعني يمكن تقضي أنت تقدر يوم كامل بهذا المكان وأطفالك يستمتعون ويتونسون همين بهذا المكان وإذا كنت كطالب تقدر همين أن تيجي هنا تفسح تقعد تقرأ فالمكان رهيب وجميل حلو مثل ما نشوف بنفس البارك أنا قاعدت هنا هذه منطقة متنزه للأطفال يعني يجون هنا يتنزهون نظيف وحلو وكل شي بيه العوائل يجيب أطفالها ويظلون يتملعبون يعني موسيقى 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 وهسا انتقلنا الى مكان ثاني مكان اكثر الطلاب العرب اللي جو درسه وطب في هذا المكان هذه هي جامعة خاركوف الطبية جامعة خاركوف الطبية الحكومية اللي بيها تخصصات الطب الأسنان والطب العام موجودة تخصصات باللغة الانجليزية والأوكرانية شوفوا حاطين اعلام تقريبا كل الدول اللي درست هنا يعني فالمكان ما لها صراح يعني كبير جدا هذه تعتبر خلينا نقول العمادة الرئيسية والمستشفيات يعني حتى تعرفون كيف النظام الدراسة بأوكرانيا مثلا عندك العمادة الرئيسية عندك بعض المحاضرات تأخذوها هنا أوكي بس لما تريد أنت تداوم مثلا تشريح أو الأمور الثانية تروح على المستشفيات اللي موجودة بمدينة خاركوف كل واحدة وحسب تخصصها خاركوف ناشنال يونيفيرسيتي راديو أليكترونيك الجامعة الوطنية الوطنية ما لراديو أليكترونيك مثل ما شوفوها ورايا هاي الجامعة بيها تخصصات الكيميا بيها تخصصات هندسية مختلفة بيها الأجهزة الطبية بيها بعدش بيها هندسة الأليكترونيك الميكانيك كلها موجودة في هذه الجامعة وبيها بيها فرع كثيرة حقيقة يعني انتوا اللي تريدون تقدرون تتواصلون عن رقم وشوف شون اللي تريدونه ما كو أي مشكلة نشوف التخصص إذا كان موجود إضافة إنه أهل الماجستير اللي تريدونه تكملون ماجستير بيها هنا تخصصات الماجستير بالنسبة للهندسية كامل همين موجودة هنا بس نقطة مهمة أبو الماجستير عنده معادلة الشهادة فهذه تفاصيل معادلة الشهادة شوف الفيديو من البداية لنهاية راح خليلكم إياها كيف إنه تصير شرط معادلة الشهادة وتجي السجن مباشرة بالجامعة وصلنا هسه نشنال تيخنيشني أونيفرسيتيت خاركفسكي هاي الجامعة من الجامعات الكثير من شبابنا حتى من العراق اللي درسوا بيها النفط والغاز جامعة متخصصة بالنفط والغاز تخصصة بهندسة الميكانيك هندسة السيارات هندسة الطاقة النووية وأفرع كثيرة حتى الاقتصاد همين موجود فرع من أفرع الاقتصاد هنا موجودة تخصصات باللغة الإنجليزية واللغة الأوكرانية فالجامعة هذه يعني تأسست 1885 فأنت تصور قدم الجامعة والصور تاريخها بس ننتقل نشوفكم صور عن الجامعة موسيقى 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 هذا المبنى الوراية مثل ما يشوفون هذه المكتبة الرئيسية مال الجامعة بها تقريبا كل المصادر اللي يحتاجها الطالب يطبو هنا يلقيها يقرأ يطلع على البحوث كل شيء موجود متوفر بشكل صحيح تقدر تهمينا أنه تقضي أوقات كثيرة بالقراية داخل المكتبة لو أنها كانت مفتوحة كان دخلنا داخلها وصورناها بس الليام مغلقة حاليا عطلة يعني بس إن شاء الله نهر نيجي ندخل ونشوفها كامل المبنى يعني حقيقة يعني بس تدحق عليه يعني البناء ما لكلش حلو تصميمه كلش حلو وكيف بالداخل راح يكون أليكساندر ميكلايوفيش بيكيتوف هذا الأسطورة اللي أسس الجامعة الأسطورية الجامعة الهندسية المتخصصة بعلوم البناء مثل ما أنا جوزانا سميها بس إيها من متخصصة بعلوم البناء لأنهنانا الهندسة المعمارية والهندسة المدنية يتخرجون من هنا ويدرسون دراسة صحيحة أنا أعرف ناس تخرجت ودرست واحد منهما السب دبي مهندس والله هي بنت حتى موالد شي رهيب بيها أساتذة محترمين كثير من الطلاب اللي تخرجوا من هذه الجامعة إن كانوا أجانب أو أوكران فهم هس يعني مهندسين كلش جيدين بالنسبة للي يدرسوا وتعبوا على نفسهم وتعبوا على شهادتهم فاللي يريد يجي يدرس بأوكرانيا بالتحديد هندسة معماري أو مدني أنا بالنسبة لي أن صحب هذه الجامعة حقيقة وتعب نفسه راح يلقي المعلومات الصحيحة والحلوة اللي يريدها ليش تعتبر خاركوف المدينة المهمة للطلاب وخاصة هسه آخر ثلث سنوات بالنسبة للنظام الترتيب اللي صار بيها والتنظيم اللي صار بالمدينة إضافة لأنه هي مدينة مو كبيرة حيل ولا صغيرة حيل ومتوفر فيها كل خلي نقول المطاعم العربية الكوفيهات مراكز التدريس الصحيحة موجودة هنا طلاب من زمان يكونون هنا وأكثر مدينة تقريبا بيها جامعات كيف هم بيها جامعات تعتبر العاصمة بس كيف تعتبر غالية بالنسبة لخاركوف لأن عاصمة وكل جامعة بعيدة عن الثانية بس خاركوف تقريبا مدينة ململمة كل الجامعات مع بعض تعالوا هنا خلونا نقعد شوية بالحديقة وإلى هنا يعني أقول لكم أنه ظلت جامعة ما لاحقنا نزورها لأن عندي موعد قطار إلى مدينة دينايبرو بيتروفسك الفيديو البعد هذا ينزل إن شاء الله مدينة دينايبرو بيتروفسك جامعة الصيدلة أكو جامعة الصيدلة في أوكرانيا متخصصة فقط بعلوم الصيدلة ما لاحق تصوركم إياها همين موجودة إن شاء الله نحط لكم هاي الصورة ما لا أهنانا وننهي لكم الفيديو ونقول لكم أي شي تحتاجونه بالنسبة للدراسة في أوكرانيا إن كان في خاركوف أو غير مدن أنا أنصح بخاركوف لأن هي مدينة طلابية الأرقام المالي موجودة كلها بيئة الوصف تتراسلون هناك مع المسؤول بالدراسة وهو رح يتواصل ويايا ونرتب لكم كل شي حلو ومضبوط ورخيص ومضمون يعني أنا ما أنطي شغلة إذا ما كانت مضمونة وموثوقة 100% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر